اهلا بكم ومشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين وزير النفط الروسي قمة الدوحة كشفت عمق الخلافات في أوبك ونظيره الفنزولي يحذر من انهيار وشيك في اسعار الخام بعد انخفاض الانتاج الى النصف عمال النفط في الكويت ينهون اضرابهم ويستعدون للتفاوض مع الحكومة وفي النشرة ايضا اسابيع تفصل لندن عن استفتاء الارتباط باوروبا والمنافسة تشتد بين المؤيدين والرافضين اهلا بكم اعلن وزير الطاقة الروسي الاكساندر نوفك ان صناعة القرار داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك باتت اكثر تعقيدا كلام نوفك جاء خلال انعقاد المنتدى الوطني الروسي للنفط والغاز وعشر نوفك لان المنظمة لم تأخذ اي اجراء جدي لتنظيم سوق النفط العالمية منذ العام 2008 موضحا انه كان شاهدا على الخلافات بين دول أوبك والسيما فيما يتعلق باقتراح تثبيت مستويات الانتاج حذر وزير النفط الفنزولي اليوخيو دالبينو منهيار وشيك في اسعار النفط العالمية ما لم يستعرف منتجون نفط جولة جديدة من المحادثات بشأن تثبيت مستوى الانتاج للحد من تخمة المخزونات العالمية دالبينو حدد نطاقا يراوح بين 60 و70 دولارا كسعر عادل لبرميل النفط يتيح للمنتجين استئناف الاستثمار في حقول جديدة تحل محل الحقول النظبة ولفت وزير النفط الفنزولي الى ان طاقة التخزين العالمية تصل حاليا الى نحو 90% من حدها الاقصى انهى عمال النفط في الكويت اضرابا استمر ثلاثة ايام وادى الى انهيار الانتاج في البلاد العمال اعلنوا انهم مستعدون للتفاوض مع الحكومة تحت رعاية امير الكويت ايمان فاضل ثلاثة ايام من اضراب عمال النفط في الكويت كانت كفيلة بدفع معدلات الانتاج الى الانهيار فبعدما كان يلمس 4 ملايين برميل يوميا انخفض الى مليون ومائة الف برميل كما ادى الى تراجع انتاج المكررات من 930 الف برميل الى 520 الف فقط وعقب انهاء الاضراب اعلنت شركة البترول الكويتية ان معدلات الانتاج والتكرير ستعود الى طبيعتها خلال ثلاثة ايام فقط ويتجه اتحاد عمال البترول وصناعة البترو كيمويات الى استئناف التفاوض مع الحكومة بعد رفض الاخيرة اجراء اي محادثات تحت ضغط الاضراب اتحاد عمال النفط في الكويت اعلن في بيان له ان الالغاء يأتي اكراما لامير البلاد واشار الى ان الجهود كافة ستبذل لاعادة عجلة الانتاج الى وضعها السابق محذرا من اتخاذ اي اجراءات بحق الذين شاركوا في الاضراب ان قرار الالغاء مرتبط بالقاء الغرارات الصادرة من مؤسسة البترول التي انتزعت الحقوق المقررة والمكتسبة للعمال واكدت نقابات عمال النفط ان التحرك يسعى الى ايصال رسالة مفادها بان حقوق العمال ليست خاضعة للتفاوض وشددت على رفض خطة خفض الرواتب والاجور او تنفيذ اي عمليات خصخصة من شأنها ان تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وتفيد المستثمرين انهاء الاضراب في ثاني اكبر منتج في اوباك ادى الى تراجع اسعار الخام عالميا في وقت يتوقع فيه ان تؤدي جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والنقابات الى اتفاق قريب بعد ساعي الحكومة الى اخراج هذا القطاع الاستراتيجي من حالة عدم اليقين اظهر تقرير لمؤسسة امريكا اكسبرس الشرق الاوسط تراجع انفاق المواطنين في دول الخليج على السلع الفريهة والكماليات وقال التقرير ان الدراسة شملت 430 شخصا في كل من قطر سلطنة عمان البحرين الامارات والكويت وكشف التقرير الى ان المواطنين الذين يزيد دخلهم على 75 الف دولار كل عام قللوا من نمط انفاقهم وباتوا يركزون على الحاجات الاساسية في ظل المخوف بشأن مستقبل الوظائف وحالة الاقتصاد اقتربت السعودية من الاتفاق على قرد بقيمة 10 مليارات دولار ستحصل عليها من مجموعة مصارف عالمية في اوروبا وامريكا وشرق اسيا ويأتي هذا القرد في توقيت مناسب حيث تعاني الرياض من عز قياسي في الموازنة العامة بفعل تراجع اسعار النفط مصادر مصرفية مطلعة قالت ان تسعير القرد جرى عند نقطة مئوية فاصلة 2 فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين مصارف لندن وطلبت السعودية جمع نحو 6 مليارات دولار قبل ان ترفع المبلغة الى 10 مليارات في اول اقتراض خارجي لها منذ اكثر من عقد ارتفع العز التجاري للمغرب خلال الفص الاول من العام الجاري مسجلا 3 مليارات ونحو 900 مليون دولار بزيادة نسبتها 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي العز يعود الى ارتفاع واردات القمح والحبوب بنسبة لمست 11% نتيجة تضرر المحصول المحلي هذا العام بفعل رداءة الطقس وانخفضت فاتورة الطاقة المستوردة بنحو الثلث قبلها تراجع كبير في صادرات الفصفات عشية توصول الرئيس الامريكي باراك أوباما الى لندن حذر ثمانية من وزراء الخزانة الامريكيين السابقين من ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيكون رهانا محفوفا بالمخاطر وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة The Times البريطانية كتب لوزراء الديمقراطيون والجمهوريون ان الخروج من الاتحاد الاوروبي يمكن ان يهدد دور لندن بصفتها مركزا ماليا عالميا قبل اقل من عشرة اسابيع من الاستفتاء في مكانة بريطانيا في الاتحاد الاوروبي تتوجه الانظار الاوروبية والامريكية الى لندن حيث بدأت الحملة الرسمية لعملية تصويت ستشهد منافسة حامية بين البريطانيين حول العلاقة مع بروكسل موسى سرور تنافس حام بين البريطانيين مع انتلاق حملة استفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي تنافس اعاد خلط خريطة التحالفات فجمعت الخصومة في معسكر واحد بعدما اعلن زعيم المعارضة جينمي كوربين انضمامه الى معسكر رئيس الحكومة ديفيد كاميرون في حملة البقاء في الناد الاوروبي معسكر يرى ان خروج لندن من اوروبا سيكلف التجارة البريطانية اكثر من 100 مليار جنيه استرليني فضلا عن فقدان نحو 100 الف وظيفة في قطاع الخدمة العامة من الواضح جدا ان خروج بريطانيا سيؤدي الى ارتفاع الاسعار والى عدم الاستقرار في الاسواق المالية فضلا عن ارتفاع كلفة الرهن العقاري كاميرون الذي تزعزع ثقة الجمهور به بعد تسريب وثائق باناما تلقى جرعة دعم من خصمه السياسي زعيم المعارضة جينمي كوربين لكنه ما زال يواجه تمرد 128 نائبا من سقور حزبه من المحافظين ولا سيما عمدة لندن بوريس جونسون قائد حملة الخروج من الاتحاد الذي يرى ان الاتحاد اشتاح كل بقعة في بريطانيا فضلا عن حاجته الى اصلاحات وهو عاجز عن التصدي للتحديات التي يواجئها مثل ازمتي اليورو والهجرة حملة الخروج من بريطانيا يبدو انها اكثر تنظيما ودعبئة لجماهير المؤيدة كذلك هناك دعم مالي كبير لها بينما حملة البقاء اقل تنظيما ودعما ماليا انطلاق الحملة الرسمية حول اوروبا تزامن مع تضاعف المواقف الدولية المحذرة من خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وزراء المالية في مجموعة العشرين تقاطعت مواقفهم مع تحذيرات صندوق النقد الدولي الذي رأى ان خروج بريطانيا يمثل خطرا على النمو العالمي الى ذلك من المتوقع ان يوضح الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال زيارته لندن اهمية بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي استفتاء البريطانيين حول العلاقة مع اوروبا سيشكل محطة مفصلية في مستقبل بريطانيا فالخروج من بروكسل ربما قد يفكك كيان المملكة المتحدة بسبب مطالبة اسكوتلندا باعادة اجراء استفتاء حول تقرير مصيرها اما البقاء في اوروبا فسيزيد الانقسام داخل حزب المحافظين الحاكم ما يدعف اداء الحكومة البريطانية مستسر لندن الميادين توصل اعضاء البرلمان الاوروبي وممثلوا حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى اتفاق لتحرير سوق خدمات السكك الحديدية في دول الاتحاد بما يعزز المنافسة في السوق هذا الاتفاق يمثل محاولة لخفض اسعار هذه الخدمات وتحسين جودتها ومد الخطوط وصيانتها وتشغيل هذه القطرات سواء لنقل الركاب او البضائع يذكر ان الاتفاق ما زال بحاجة الى اقرار الدول الاعضاء رسميا له غير ان النقابيين والعمال ابدوا تحفظهم عليه خوفا من ان يؤدي الى تسريح عدد من العمال هدد وزير التجارة الفرنسية ماتياس فكل بوقف اجراء المزيد من المفاوضات بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة اذا لم يحدث تقدم ملموس في الاشهر المقبلة وعلى هامشي مؤتمر حول اتفاقية التجارة والشراكة بين جانبي الاطلسي قال فكل ان المفاوضات الجارية لم تحقق تقدما ملموسا وان بلاده لن تقبل اتفاقا ضعيف الفعالية لذلك فان وقف المفاوضات نهائيا امر مطروح على الطاولة الغت محكمة منطقة لهاي الهولندية تعويضات بقيمة 50 مليار دولار كان يفترض ان تدفعها موسكو الى مساهمين سابقين في شركة النفط الروسية يوكوس وفق حكم صادر عن محكمة التحكيم الدائمة في لهاي الحكم الجديد يرفع اتهامات يوكوس للسلطات الروسية بتدبير تفكيك الشركة النفطية لأسباب سياسية وتقول موسكو ان مؤسس الشركة ميخايل خودرغوفسكي قام بالتحايل على الدوائر الضربية واختلاس الاموال على نطاق واسع اثبت قطاع الصلب العالمي الى مزيد من التفاقم فقد دعت الولايات المتحدة وسبع دول اخرى الى تحريك عاجل لمعالجة الطاقة الانتاجية الزائدة وذلك بعد يوم واحد من فشل الاتفاق على اجراءات لمعالجة الازمة بين الصين وكبار المنتجين بيان المشترك اصدرهم ممثلون عن الولايات المتحدة كندا الاتحاد الاوربي اليابان المكسيك كوريا الجنوبية سويسرا وتركيا دعا الى اعادة هيكلة القطاع على نحو عاجل وطلق واشنطن باللائمة على بكين في فشل المحدثات ملوحة باجراء تجاري ضدها هذا كل ما لدينا من اخبار اقتصادية في الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة المايدين دوت نت المزيد الى اللقاء اشتركوا في القناة